مباراة منتخب اليمن للشباب ضد منتخب السعودية للشباب في افتتاح بطولة غرب اسيا للشباب السعودية 2024 الموعد التوقيت القناة الناقلة تصريحات المدربين كل التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله محبي قناة كريم الهندوي اتمنى تعملوا لايك للفيديو اشترك في القناة وتكتبوا لنا بتتابعونا منين خاصة في هذا الفيديو هل انت من جمهور المتخب اليمني ام من جمهور المتخب السعودي عايزين نشوف مين هيفوس في التعليقات اليمن ولا السعودية واكتب لي ايضا توقعاتك لنتيجة المباراة بالنسبة لمباراة اليمن والسعودية في بطولة غرب اسيا مباراة مكررة مباراة ديربي ديربي غرب اسيا دائما ما تستمتع وانت تشاهد هذه المباراة مباراة اليمن والسعودية دائما تحمل الإصارة والمتعة والتشويب الاهداف والندية على ارضية الملعب ايضا الروح الرياضية المعتادة بالنسبة لتصرحات المديريين الفنيين المدربين تصريحات مدرب السعودية البرازيلي ماركوس ويريز اللي قال فخور بوجودي هنا في هذه البطولة تحضيراتنا كانت جيدة للبطولة اول مرة ادرب هذه الفئة من المنتخبات الشبانية سنلعب مباراة قوية ضد منتخبات متطورة سنحاول الفوس في كل المباراة دي كانت تصريحات مدرب منتخب السعودية للشباب اما تصريحات مدرب منتخب اليمن للشباب الكابتن محمد حسن البعداني المدرب اليمني المحترم اللي قال رغم اننا لم نحضر جيدا للبطولة لم نستعد جيدا للبطولة بمباراة ودية كثيرة ولكننا سنكون جاهزين وسنكون في الموعد المستويات متقاربة ما بين المنتخبات المباراة كلها ستكون قوية وحماسية جئت هنا للعب على الفوز انا دائما اشارك في المباراة وعيني على الفوز فقط اصق في جميع اللاعبين واي تشكيلة ستنزل ارضية الملعب سأصق فيها ان شاء الله في تحقيق الفوز المباراة النهاردة خلاص رسميا المباراة على استاد مدينة الملك فهد الرياضية السلساء 25 يونيو 2024 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية واليمن ومصر والعراق الساعة 10 مساء بتوقيت الامارات وعمان القنوات الناقلة والسؤال المهم جدا كيف نشاهد المباراة اعلن اتحاد غرب اسيا على صفحته الرسمية ان هناك اربع قنوات رسمية ستنقل هذه المباراة او البطولة بشكل عام قنوات اس اس سي سبورتس السعودية ايضا قنوات الكويت الرياضية ايضا العراقية الرياضية وقناة المهارية الرياضية دي الاربع قنوات اللي قال عليهم اتحاد غرب اسيا انهم ينقلوا المباراة المباراة طبعا نتمنى ان يكون فيها حضور جماهيري ومتوقع ان يكون حضور جماهيري كبير طبعا بنتكلم هنا على الجالية اليمنية المتواجدة في المملكة العربية السعودية ايضا بنتكلم عن الجماهير السعودية اللي هي صاحبة الارض والاستضافة وبالتالي اعتقد ان ستكون مباراة خارج الميدان ما بين الجماهير ومباراة داخل الميدان ما بين اللاعبين والتلك خليها مباراة في التعليقات ايضا تحت هذا الفيديو يا طرى مين هيفوز اليمن والسعودية اكتب فيه صندوق التعليقات توقعاتك لهذه المباراة طبعا فيه مباراة اخرى في نفس المجموعة دي المجموعة الاولى من بطولة غرب اسيا هتكون قبل هذه المباراة مباراة عمان والكويت الساعة خمسة ايضا على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالمناسبة دي النسخة التالتة من بطولة غرب اسيا للشباب لعبنا قبل كده نسختين النسخة الاولى كانت 2019 في فلسطين ونظمت في فلسطين وفاز بها المنتخب العراقي والنسخة التانية كانت في العراق وفاز بها ايضا المنتخب العراقي ودي النسخة التالتة في السعودية 2024 البطولة دي مهمة جدا لانها استعدادية لتصفيات كأس اسيا للشباب الصين 2025 اللي عرفنا قرعة هذه التصفيات وبالتالي المنتخبات دي عنيها والمديرين الفنيين واللاعبين والجماهير عنيها ايضا على تصفيات كأس اسيا للشباب صحيح بطولة غرب اسيا مهمة كأونها بطولة غرب اسيا ولكن هي استعدادية بشكل اكبر لحاجة اهم وهي تصفيات كأس اسيا الصين 2025 من هنا طبعا الناس بتتكلم عن التشكيلة الاساسية شايفين المنتخب السعودي كان بيحضر في المباريات الودية لعب ضد المنتخب اليمني مبارتين المباراة الاولى كانت عبارة عن ثلاثة اشوات كل شوط نصف ساعة واستطاع منتخب السعودية ان يفوز اتنين مقابل لا شيء ولعبوا ضد بعض ايضا مباراة اخرى كانت مباراة طبيعية من شوطين 45 ديئة او 45 ديئة واستطاع المنتخب السعودي بتأسف المباراة انتهت بالتعادل السلبي صفر مقابل صفر والمباراة الثالثة الودية للمنتخب السعودي كانت ضد منتخب سوريا ايضا اللي بشارك في هذه البطولة واستطاع المنتخب السعودي ان يفوز واحد مقابل لا شيء أما المنتخب اليمني لم يلاقي منتخبات غير المنتخب السعودي في المباراتين اللي ذكرتهم لحضرتك وبالتالي الاستعدادات كانت قليلة المبارات الودية كانت قليلة ولكن المبارات الرسمية لما ندخل في الجدة أكيد هنكون إن شاء الله يعني بنستمتع بهذه المبارات ده كان تقريرنا عن مبارات اليمن والسعودية في افتتاحية بطولة غرب أسيا للشباب النسخة الثالثة ياريت في آخر الفيديو تعملوننا لايك للفيديو اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته